تساؤلات كثيرة يطرحها تكرار مشهد غير مألوف في لبنان على مدى أسبوع فالقادية غادعون المقربة من رئيس الجمهورية لم تمتثل للقرار الأخير لمجلس القضاء الأعلى بكف يدها عن عدد من الملفات وإحالتها على التفتيش القضائي بل أصرت برفقة مناصرين على تكرار الدخول بالقوة إلى شركة خاصة لنقل الأموال بذريعة التحقيق في تهريب أموال إلى الخارج المشهد دفع بنائب رئيس البرلمان إلى مطالبة كل من الجيش والبرلمان بخطوات عملية لوقف ما وصفه بالتمرد هذا عمل انقلابي بامتياز وأنا رأيي وأنا أنصح وأشدد على المجلس النيابي الكريم أن يذب اتجاه إلى تأليف لجنة تحقيق نيابية بصلاحيات قضائية تحقق مع هذه القاضية وكل من يظهره التحقيق محرضا مغطيا لأنه هذا عمل ممنهج لاستكمال تصفية مؤسسات الدولة قضية القاضية عون حضرت في اجتماع أمني في القصر الجمهوري لم يدعو إلى امتثال القاضية لمرؤوسيها بل دافع عن مناصريها بالدعوة إلى احترام حرية التعبير ولو أنه وازن بالدعوة أيضا إلى الحفاظ على الممتلكات مدة الاجتماع التي لم تتجاوز نصف ساعة شكلت مؤشرا لتباعد في وجهات نظر الحاضرين ومن بينهم قادة أمنيون استمرار هذا التحلل بالمؤسسات سينأكس حتما على المؤسسات الأمنية بما في مؤسسة الجيش إذا طالت ولم يكن هناك مشروع واضح لدى الجيش في عملية ردع هذا التحلل وفي عملية منع عملية الانقلاب على المؤسسات أنا الذي ضابط فيه ولا أزال ويقول لحظة أن هذه المؤسسة التي هي احتياط الحل في النظام السياسي اللبناني يجب أن تقدم بطريقة أو بأخرى لا أدري ما هي الطريقة على قمع عملية الاستمرار في تصفية المؤسسات في لبنان لبنان يسير على غير هدى عبارة لوزير الخارجية الفرنسي ترجمتها الفوضى القضائية الأخيرة التي توجت مسارا مخيفا من الانهيارات وسط اجتداد الخناق على أي حكومة جديدة لن تأتي بالترياق ولكن لعلها تعيد القطار إلى السكة كلودي أبي حناء الغد بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر